اهلا بكم انا اسمي جميلة وكل الناس بيقولوا علي متمردة ومش هجبني اي حاجة اتقدم لي عرسان كتير قوي وانا رفضتهم كلهم لغاية ما قابلت الضابط الطيار من اول ما شفت وغير لي حياتي تماما حياتي تقلبت 180 درجة لو حبين تعرفوا يا ترى ايه اللي هيحصل بيني وبينه ويا ترى هنحب بعض وهنتجوز في النهاية وهتكون نهاية سعيدة ولا حزينة يبقى تكملوا معايا بقصة بقولك يا مونة ابن شريكي متولي جايين النهاردة كان لسه رجع من السفر وكلموني وقالولي انهم عايزين يزورونا اللي انا حسوا كده انه عاوز يتجوز جميلة بجد انا مبسوطة قوي يا ريد ده انا نفسي تقبل ولو وفقت ده انا هكون اسعد انسانة في الدنيا ده من اغنى اغنياء البلد وكمان شريكك في الشغل يعني زيتنا في دقيقنا يا رب بتوافق جميلة اللي مجننانا كل محد يتقدم لها ترفضه ايوا يا ندا حاضر يا حبيبتي هلبس حالا خلاص اوكي عاملين ايه يا حلوين قاعدين كده وعملين بتنموا على حد وانا شك كده ان النميمة علي المراضي يا رب بتكون خير ويا رب ما يكونش نفس موضوع كل يوم ايوا هو هو موضوع كل يوم يا جميلة انا نفسي افرح بيكي اوي يا حبيبتي نفسي اشوفك في الكوشة بنت خلتك اتجوزت وكمان بنت عمتك اتجوزت وانتي لسه اموت وعرف انتي مستنية ايه مستنية الفرج يا ماما يا ماما قلتلك ميت مرة انا مش عاوزة تجوز شكلك كده زهقتي مني يا ماما انتي وبابا وبصراحة بقى انا عايزة تجوز راجل يكون راجل قد مسئولية بقولك ايه انتي لو عايزة تخرجي من البيت ده يبقى هتيجي النهاردة الساعة تمانية علشان متولي شريكي هو وابنه لسه جاي من السفر ومراته كمان جايين النهاردة وانا شاكت كده ان هم عايزين يطلبوكي ومش عايزك تعملي مشاكل ايوا يا حبيبتي هم جايين النهاردة وقلبنا بيقول لنا كده ان ان شاء الله هيطلبوا ايدي انتي عارفة دول اغنية قوي ومعهم فلوس كتير وما عندهمش غير هو مهند بس ولد وحيد وان شاء الله هيعجبك والله يا نادا انا لما صدقت كلمتيني علشان تقولي لي انزل عايز اقولك ان انا تعبت من بابا وماما قوي عملين بيلحوا علي في موضوع الجواز وكل اللي بيجيبهم لي الناس كده ما ينفعش ابدا يعتمد حد عليهم ولا ينفع ابدا ان يتجوزهم ما تتجوزي حد طيل انتي بيتقدملك هرسان من اغنى اغنياء البلد وكمان مش حاجبك وبتتقمري بصراحة ما عندكش حق انك الوطن عندهم حق في كل حاجة المفروض تسمعي كلامهم وتتجوزي بقى اه اتجوز اتجوز مهند اللي بابا ومامته بيصرفوا عليه واللي اتجوز له اي اللي بابا ومامته برضو بيصرفوا عليه كل الهرسان اللي بيتقدمولي اهليهم اللي بتصرف عليهم انا لما حبه اتجوز لازم اتجوز راجل هو يكون قد المسئولية شغلة افلام يعني شكلك بتتفرجي على مسلسلات كتير اللي انتي بتتكلمي عليهم دول ماتوا في الحرب يا حبيبتي من زمان نصيحة مني ليكي قبل ما سننا يكبر اكتر من كده اقبالي وتجوزي يلا نمشي عشان اخويا رن علي ايه ده هو تأخر كده ليه مع انه رن علي وقال انه هو داخل على القافية اهو عماد اخويا ده عايز اقولك انه من الشباب فعلا اللي بتتكلمي عليهم بيوصلني في كل مكان وصعب قوي وخانقني قوي لا بالعكس اللي زي ده يبقى فعلا راجل اي واحدة تعتمد عليه وخدي بالك هو لو بيعمل معاك كده فاكيد هو خايف عليك لان بيشوف البنات اليومين دول كلهم مش كويسين فهو بيحاول يحافظ عليك بس فنسي الاستاذ عماد الطيار اتأخر علينا قوي واحنا مقفين في الشارع كل ده مش عارفة بصراحة يا جميلة فعلا اتأخر قوي وانا بصراحة ما بحبش اقف في الشارع كتير مع انه رن علي مش عارفة ايه اللي اخره كده بس بيني وبينك انا لو حبيت اتجوز نفس اتجوز واحد زيه انت عندك حق مش قلتلك مش انت كنت معترضة على كلامي من شوية يا بنتي اللي زي اخوكي ده نادر في الزمن ده مع اني ما شفتهوش قبل كده بس من كلامك عليه بيثبت فعلا ان هو راجل علشان بيخاف على اخته وبيحاول يحافظ عليها بس بقولك ايه هو طلع مستفز قوي احنا بقلنا ساعة واحنا وقفين برا وانا اصلا ما بحبش اقف استنى حد انا وقفة هنا بس عشان خطرك خلاص اهو جه الحمد لله اعماد جه تعال يا اعماد تعال علشان اعرفك على صحبة عمري انت اتأخرت ليه بس احنا مستنينك هنا من بدري احب عرفك يا ستي بالضابط الطيار اعماد اخويا واحب عرفك يا اعماد بصحبة عمري جميلة هي دي جميلة اللي حكيت لك عنها من زمان قوي وبصراحة من زمان قوي وانا نفسي عرفك على بعض بس قولي يا اعماد انت اتأخرت علينا كده ليه انت من ساعة ما كلمتني واحنا وقفين في الشارع كل ده وانت سائل عربية اللي اخرك بس كده دي جميلة كانت هتمشي وبصراحة تعصبت وهي عندها حق انت عارفة يا جميلة بحكم شغل عماد بيسوق طيارات انت عارفة يعني ايه يعني احساس ممتع جدا ما نفسيكش تركبي طيارة لا ما نفسيش اركب طيارة ولا اركب اي حاجة وبعدين هو حضرتك مش شايف ان في اتنين بنات وقفين مستنيين حضرتك بقى لهم ساعة في الشارع هو انت ما عندكش اي احساس بالوقت زابط طيار على ايه بقى والله ظلمك اللي خليك زابط واللي خليك اصلا ما تفهمش في الساعة انا اسف انا بجد بعتذر ليكم العربية عملتها معايا وكانت عايزة تغير الكويتشات بتاعة العربية نامت مني والله اسف بجد بعتذر انا ما كنتش اقصد ابدا ان ياسبكم موقفين في الشارع كل ده بس الحقيقة لما العربية حصل لها مشكلة دي وانزلت علشان اتصل بالميكانيكي يا ايه التليفون نادا مقفول علشان كده معرفتش اكلمها اه ما هكون للرجالة كده نفس عينتك بالضبط عاملين نفسهم عشر رجالة على اخوتهم وفي الحقيقة هم غير كده خالص وانت فكر تمثيلية الحادثة اللي انت عملتها دي هتدخل علي ولا دخلت علي ولا اي حاجة انا عارفة انك اصلا عاديم مسئولية مش عارفة ليه شكلك كده بقولك ايه انا مستحمل تهزيقك من الصبح وانت عملت غلطي ومش عايز اغلط فيكي علشان انت صاحب تختي من زمان لكن لو هتقل لي ادبك اكتر من كده انا ليه يلسان على فكرة واقدر رد عليكي بس انا عشر راجل محترم ما ينفعش ارد على ست عن اذنك يلا يا ندا نمشي بصراحة احنا جايين للنهاردة يا علي علشان عايزين نطلب ايد جميلة لمهند احنا طبعا شركة في شغلنا ونفسي كمان نبقى شركة في حياتنا كمان الشخصية لازم نجوز الولاد لبعض علشان علاقتنا تبقى اقوى والله انتو شرفتونا ونورتونا النهاردة واكيد اكيد مستحيل جميلة ترفض مهند هو فعلا زي الامر وبصراحة انا من ساعة ما شفته وحسيت ان خلاص هو ده اللي هيبقى جوز بنتي طبعا يا فندم انا اعرف علي من زمان واحنا شركة من زمان جدا واول ما ابني كلمني وقال انه نازل من السفر علشان عايز عروسة مفيش اي حد جيف بالي غير بنتكم جميلة وطبعا يشرفني ايوا يا حبيبتي انا بصراحة بحب جميلة قوي ومن وهي صغنطوطة قد كده وهي على طول بتكبر قدام عيني وعلى طول بشوفها جميلة علشان كده يشرفنا ان احنا نجوز ابننا الجميلة ابني مش محتاج اي حاجة فلوس بابا كلها لي وهو الوريس الوحيد طبعا ده شيء يشرفني ويشرف بنتي اكيد هو بنتي هتلاقي احسن من النسب ده فين احنا اخوات موصحاب من زمان قوي وشركة من زمان جدا وعمري ما شفت منكم اي حاجة وحشة الحقيقة قولي بقى يا مهند انت ناوي تشتغل ايه اشتغل اشتغل ليه ما هي شركات بابا كلها موجودة واي فلوس انا ببقى عايزها فاي وقت بالتليفون بتجيلي لغاية عندي وعايزني انا اشتغل واتعب نفسي لا طبعا انا وامراطي اللي هتجوزها هخدها وهنلف بيها العالم كله وطبعا بفلوس بابا مهند ابني مش محتاج الشغل ابدا يا علي زي ما انت عارف احنا عندنا سلسلة شركات كبيرة جدا وعندي فلوس كتير قوي ما حدش يقدر يعدها وما عنديش غير الوريس الوحيد هو مهند ابني فانا شايف ان فعلا مش محتاج انه يشتغل يشتغل ليه وكل الفلوس تحت رجله ابني مش محتاج لشغل اه والله انت شكلك بتتعب جدا في حياتك بتتعب في انك تصرف فلوس بابي ومامي لكن يا حرام اللي زيك ماينفعش يشتغل عندك حق بس تصدق ان انا ما نشبهش بعض عارف ليه لان انا كل احلامي وكل طموحاتي ان يشتغل واسبت نفسي وحقق ذاتي انت مرفوض لو وقفت على شعر راسك مش هتجوزك والحد هنا استنونا في الجزء القادم اتمنى لو عجبتكم قصة النهاردة ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة واتمنى تشايروا القصة على الفيسبوك ومع كل اصدقائكم وياريت ما تنسوش تدعمونا باللايكات الكتير علشان الفيديو يتشاف اكتر واتمنى ما تنسوش تشتركوا في قناتي الاساسية وهي اسمها حكايات ايمان اللي بقدم فيها قصص كتير مختلفة القاكم الحلقة القادمة مع السلامة